ونبقى في الصحة ايضا وافتتاح عمال الدورة التدريبية المتعلقة بمحاربة امراض العيون بحضور العديد من الشركاء في المجال الصحي احمد ياسين وتفاصيل هذه الدورة الصحة تاج الاصحة مقولة تسعى جميع الهيئة الدولية المعنية بالشأن الصحي والدولي لتطبيقها في واقع حياة الناس ومن هذا المنظور نظم البرنامج الوطني لمكافحة العمى هذه الورشة التدريبية بهدف مناقشة مختلف مشاكل وامراض العيون المتحدثون في الورشة من جهتهم شجعوا هذه المبادرات الانسانية التي تهدف الى تقليل امراض العيون المنتشرة في بعض الاقاليم كالسلامات وقيرة واسلة ووداية والتي تحتاج الى عناية وتضافر جهود الجميع من اجل تفادي العمى من جهته المدير العام للصحة ومحاربة الامراض بوزارة الصحة العامة الدكتور عمر حمدان ايجامر ذكر في حديثه ان هناك نسب مرتفعة من المواطنين في هذه الاقاليم المذكرة يعانون من امراض العيون وان الدولة في سياستها الصحية اعطت الاهمية القصوى لمحاربة هذا المرض وان نشير الى ان شات والشركاء يسعون بحلول العام 2020 الى انهاء حالات العمى التي تسببها الكثير من امراض العيون المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة